السلام عليكم رأينا في الحلقات السابقة كيف قمنا بالعديد من الأشياء داخل الموقع الخاص بنا يعني من تعديل هذه الصفحات القائمة الرئيسية نشر المنشورات إضافة التصنيفات المشاركة المميزة قمنا برفع الفيديو وإلى ما غير ذلك في هذه الحلقة سوف نقوم بإضافة وسائل التواصل الاجتماعي في هذه المنطقة يعني حتى تظهر معك الأيقونات بشكل عادي جدا أول شيء تقوم بيعني إذا كانت لديك صفحة فيسبوك أو يوتيوب أو أي شيء فقط تقوم بالدخول إليها على سبيل المثال على سبيل المثال لدينا اليوتيوب مثلا نفرض أن هذه قناتك على اليوتيوب تقوم بنسخ هذا الرابط بهذا الشكل بعدها تتوجه إلى الإعدادات كما قلنا نتوجه إلى التنصيقات وتقوم بالنزل بهذا الشكل سوف تجد هنا مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالضغط عليها وبعدها تقوم بالنزل سوف تجد هنا قائمة الروابط ماذا تفعل؟ تقوم بالضغط هنا على إضافة عنصر شديد تقوم بالنزل وتقوم بلسق ذلك الرابط الذي نسخته بعدها ماذا تفعل؟ تتوجه مباشرة إلى اسم الموقع كما ترى هذا هو رابط الموقع تقوم بنسخ فقط هذا الاسم مثلا نحن في اليوتيوب نقوم بنسخ يوتيوب ونقوم بنسقها في هذا المكان هكذا بعدها نقوم بالضغط على حفز ونقوم بالضغط على حفز ونتوجه مباشرة إلى المدونة كما ترى لا يظهر أي شيء هنا نقوم فقط بالتحديث وسوف تظهر أول أيقونة الخاصة باليوتيوب إذا قمنا بالضغط عليها سوف تفتح معنا في نافذة أخرى إذن نقوم بالتعديل عليها بهذا الشكل مواقع التواصل الاجتماعي نقوم بالتعديل على اليوتيوب بهذا الشكل تقوم بالنزل ونقوم بحزف كل هذه الأشياء على سبيل المثال نفرض أن هذه القناة الخاصة بنا على اليوتيوب نقوم بالضغط على حفز أيضا سوف نقوم بإضافة الفيسبوك والإنستجرام بنفس الشكل نتوجه إلى جوجل نقوم بكتابة هنا فيسبوك بهذا الشكل نقوم بالدخول إلى الفيسبوك أو نسخ الرابط من هنا نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل كما ترون يظهر لنا فيسبوك بهذا الشكل نقوم بنسخه ونتوجه إلى الإعدادات نقوم باللسق كما قلنا نضيف عنصر جديد من هنا إضافة عنصر جديد ونقوم بلسق الرابط في هذا المكان لسق ونقوم بنسخ اسم الموقع اسم الموقع نقوم بنسخه ولسقه في اسم الموقع من هنا هكذا لسق هذا بالنسبة إلى الفيسبوك نفس الشيء مع الإنستجرام نقوم بالبحث عن الإنستجرام دائما قم بإضافة صفحتك الشخصية يعني إضافة صفحتك الشخصية أنا أريك الطريقة فقط أريك الطريقة فقط نقوم بكتابة هكذا إنستجرام إنستجرام ونقوم بالدخول إليه دائما قم بالدخول كما قلنا إلى صفحتك الشخصية بعد الدخول إلى صفحتك الشخصية قم بنسخ الرابط بعد الدخول قم بنسخ الرابط وتوجه إلى الإعدادات قم بإضافة عنصر جديد قم بلسق رابط ملفك الشخصي هنا وقم بلسقه في اسم المستخدم هنا وقم بالضغط على حفظ سوف يتم إضافة معك وسائل التواصل الاجتماعي هنا سوف نقوم بتحديث هذه الصفحة كما ترى سوف تظهر معك بهذا الشكل يمكنك إضافة تيليجرام تويتر يعني أي موقع أي مواقع يمكنك إضافتها في هذا المكان سوف نقوم بإضافة الآن تويتر على سبيل المثال هكذا تويتر تويتر نقوم بإضافة تويتر هذا هو تويتر نقوم بنسخ الرابط هكذا نقوم بنسخه نتوجه إلى الإعدادات قائم مواقع التواصل الاجتماعي نقوم بالنزول إضافة عنصر جديد ونقوم بلسق رابط تويتر هنا نقوم بحزفقة هذه الزيادات نقوم بنسخ تويتر ونقوم بلسقه هنا نقوم بالضغط على حفظ نضيف أيضا بلوغر مثلا نضيف هذه المدونة هكذا على سبيل المثال نقوم بنسخها من هنا أو الموقع الخاص بنا ونقوم بإضافته في هذا المكان هنا هكذا سوف أقوم بإضافة هنا بلوغر بلوغر نقوم بإضافة المعزيرة بلوغر دبل جي هكذا ونقوم بالضغط على حفظ ونقوم بالضغط على حفظ أيضا ونقوم بالتوجه إلى الموقع ونقوم بالتحديث كما ترى سوف تظهر معك الأيقونات بهذا الشكل يمكنك إضافة تيليجرام واتساب وإلى ما غير ذلك من المواقع تقريبا هذا هو كان موضوعنا للهار يوم كيف تقوم بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي في هذا المكان سوف تجدون جميع الشرحات المتعلقة ببلوغر أسفل صندوق الوصف ألتقي في موضوع آخر السلام عليكم